مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي دي الارانيب والبيوت دي الولادة لأن تربية الناس الذين يريدون في تربية الارضية سيقوم بإعياء ويقوم بإعياء بالنسبة للنظافة اليومية بالنسبة للشطاب وذكر الروائح الكارية التي تجعلها الارانيب وإضافة إلى انتشار الأمراض كالجرب إذن الأقفاص كما ترى يرتاحوا الارانيب كيف يرتاحوا وإذا كما ترى فضالت دي دي الارانيب كلهم كيتجمعوا في إناء واحد كما ترى انتوما رأى إناء واحد هذا كيتجمعوا فيه وكتتخلصوا منه من بعد إذن هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية يجب البدء بذكر واحد ووجوج انتوات لماذا؟ لأن المربي من أن يكون عدبادي يأخذ تجريبة ما هي تربية آرانيب هي أنني يكون عندي الفلوس ونبدأ يعني بواحد العدد كبير ديال الإناث وعدد كبير ديال الدكور ونبقى نخلط لا الضروري في الأول تكون يأخذ تجريبة يعني بحركة نقول لك يتعلم في هذوق جنتوات وذكر يتعلم فيهم يشوف ذاك شي كيفاش داير كيفاش يولدو كيفاش تلقيح ديالهم كيفاش الأمراض ديالهم يعني أي حاجة يتعلم منهم الثالث حاجة وهي اختيارات سولالات جيدة الناس اللي غادي يصولوني سموهما السولالات اللي كانت تقفينهما بالنسبة للذكر ممكن أنكم تبدو بابيون بحالة الشكل هادا عدرها بابيون انتوما تبارك الله عدرها ذكر انتوما هو هادا شوفوا الشكل دياله را بابيون أما بالنسبة للأنثى فممكن تبدو بالشانشيلا الشانشيلا را معروفة الشانشيلا ممكن تاخدوها في هذا اللون هذا او احد اللون غري المهم الأنثى خصوص تكون شانشيلا والذكر يكون بابيون هادوما يعني اللي خدمت بهم انايا وحسيت بهم حسيت بالراحة فيهم او من الأحسن بدو بالرومي ما تبدوش بالبلدي ان الرومي كي كبر دغية دغية وات المربي غادي حسب راسو يعني دغية دغية كيربح غادي يعني غادي يتحمس غادي مني يشوف الربح يعني بواحد طريقة مزيانة غادي يتحمس أنه يكمل في المشروع كين قدية ديال يجب أن تزود الأقفاص بالعلافات والشرابات كما كتشوفوا معي هاديرا شوفوا العلافات اللي هنا هاديرا غير في هاديرا هادير غير شرابات عاديين ممكن أنكم تديروا شرابات بحال هادو كيكونوا بالحلامات ممكن تشوفوا واحد تيورا فايس را كل واحدة عند هالحلامة ديالها بغيتوا تديروا طعصة بحال هاديرا مش مشكلة طعصة عادية غي تكون قية مغصولة مزيان من بعد كانت ندوزهم هاد العلافات هادو ديال الكبار دبرا نسا دعليهم ديلهم غير علافات هانتم كرامكية كلوا منهم علافات ديال الصغار هادو الصوتهم غير راسي اي اي علافات ممكن انكم تسعنوا بهم من شي قصدير ولا اي حاجة عنكم ممكن انكم تديروا بحال مثل هاد العلافات اذا هاده 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 من جهة اه نقطة الخامسة وهي اه يجب شراء السيكاليم والعلف اه بالجملة يعني شريو خنشة ما تقفش شريو بالكيلو لانه بالكيلو كيتيح اولا غالي اه الكيلو كيتيح نقولكم اتمينا الكيلو كيتيح بربعة درهم ونصف كيليكي بيعوتها بخمسة درهم وبالنسبة للخنشة فيها خمسين كيلو كتشراء بما بين خمسة وثمانين درهمتها تسعين درهم كتطيح تقريبا بخمسة وسبعين ريال خمسة وسبعين ريال كتطيح مرخيصة ما كتطيحش بحال اذا شريتو بالكيلو كتشريو بالجملة كتطيع لكم القادية الخاصة اذا هدا من جهة القادية ديال مني تشريو شي خنشة ضروري انكم تخزنوها بشي ميكا ولا على حسب الشتا ما توصلهاش على حسب الرطوبة مهم حاولوا انكم الطريقة ديال تخزين تكون مزيانة ديال السيكاليم او ديال العلف الناس غاي سوينو العلف ممكن انكم تشريو خنشة ديال عفوا بالة احنا كنقولوا بالة ديال الفصة بحال هاتي شكل هاتي درها فصة نتقوموا رام كي يكلو في فصة هاتي درها فصة يابزة ماشي فصة خضراء كين قادية ديال تخزين ديالاتها ممكن انكم ديروا واحد لميكا تبيرها وديرها ممكن انكم تشريعو الدورة يعني راك افتباع مفرشة ممكن تشريو الشعير ديال بيزانة دونوا معايات الحواجها دور هاتي شعير ديال بيزانة مزيان كيف تاهم واحد تسمين يعني بزيان الخبز الكارم ممكن اول تتاوى تخزنوه مصر ميوش خبز كارم مران تتاوى ما كي يكلو خبز كارم وكيعطعهم واحد يعني الحم كي تزار من الخبز الكارم لان فيه الخميرة كين عود قادية اخرى وهو يجب ان يكون مكان المخصص للانيب يعني مهوي ميكونش مخنوق ما فيه ناشر جنب لا باب لا ولغي فيه واحد بيب صغير ورقة تدخلو صفي الظلمة لا ضروري أن الأشيعة الشمس وصلهم ضروري أنهم يكونوا مهويين باش تلك الغازات اللي كتكون دي الأنيميا متأتش عليهم يعني ضروري يكون المكان مهوي كينا قضية أخرى خاص الأرانيب يكونوا بعادين على الحيوانات المفترسة كينا لتصادف هذا المشكل دي الحيوانات المفترسة مثل الكلاب عزكم الله حشكم كينا بالنسبة للقيطات كذلك ممكن أنها تفترس الأرانيب الصغار مهم حاولوا أنكم تبعدوا الحيوانات المفترسة على الأرانيب ديكم كينا قضية أخرى عند شراء الأرانيب يجب أن لا يكون فيهم أرنب واحد يكون فيهم مريض يعني ما يكون شغيل واحد يكون مريض بالأحرى يعني ماشي 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 نجيب أنت يقول شي مزيانين ولكن واحد منهم مريض إذا كان واحد منهم مريض كنوا متأكدين أن الأرانيب كي يخدوا العدوى وبين هاد الأبراد اللي كتصيبهم يعني منين تكونوا كتشريو شوفوا الأرنب يكونش فيه جارب أول حاجة العدو دي الأرانيب هو الجارب ما خاصش يكون فيه شي منطقة خالية من الشعر مثلا جهة نيفو إحدى الرجلين ديولو بشي منطقة من الجسم يكون مكسي كله الشعر والعين ديولو ما يكونوش طايحين يعني ما يكونوش يخصي يكون العين ديولو براقي ما يشوفه فيه عينيه يبرلك كي يشوف فيك هاد الأرنب كتحس بيه في لراء صحيح كينا قديعة وثاني ما يكونش الأرنب عندو صينا في الأنف ما يكونش مريض بالزوكا هاد الأرنب يتواجع معه كينا المرض آخر وهو الكوكسيديا الكوكسيديا مشي تسمع الكوكسيديا تصحورها معها تسموه ها المرض لا المرض دي الكوكسيديا هو إن الكرش ديالو كتكون جارية يعني الفضارات كتكون مشي حب ندور ولكن كتكون على شكل سائل أسود كينا نقيتوا واحد من هاد الأرنب فيه هاد المرض ما تشريوش هدك قطعه يعني نرى هاد المرض كيت عادة كينا نقطة أخرى وهي الأخيرة يعني يجيب اختيار الأرنب في السن ديال ست أشهر يعني ما تجيبوش أرنب صغار بززاف وما تجيبوهمش كبار لا تسولوا المربي كلوش حال عندهم ديال السن يعني غادي يكونوا قرابين يولدوا انتم ممنين جيبوهم يعني غي تزوجوهم غادي يكونوا قرابين يولدوا ما يكونوا صغارين بزاف أقل من احنا نقولوا ربع شهور ولا لا يكونوا خمس شهور ماشي مشكيه خمس شهور ونص ماشي مشكيه غي يقلسوا عندكم واحد لمدة وغادي يولدوا عندكم غادي يكونوا ولفوا بالمكان وغادي يصدقو لكم إن شاء الله في تربية ديالي ديال الأهنب حاولوا أنكم متجيبوش الإخوة حاولوا أنتشريوهم عند ذلك يسولوه بشوج الأهنب هو إخوه إذا كان chama بطلو واحد يصلوا قليلا من هناة وحلطوا قليلا من هنا قليلا من هنا كنفت Istanbul في المناز 해 Blow World عادي ينطبوا للمشرك Tina Bang يقول بالله اراني كين عندي إنتاج ولكن مع المدة يحس بالفق يقول بالله اراني بدياولوك يخرجوا فيهم لا يصير تشوهات ما كيعطوش بزاف ديال العدد كيتلقا الأنثة كتولد واحد تولد جوج تولد قائلة ولدس كتولد ثلاثة أما إلا خديثه من عند بائعين مختلفين تكونوا متأكدين أن الأمور تكون على أكمل وجه وكتكون على ما يرى إذا هذا هو الموضوع ديالنا كمثلا أنني حاولت نلخص لكم المشروع في نظرة شاملة إلا خصصت لكم شي حاجة أنا راهز الإشارة نجاوب لكم على كومنتر ديالكم الناس اللي ما شاركوش معنا قناة غادي بدعم ديالكم تكيووا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة أو المقبلة شكرا شكرا شكرا